اشتركوا في القناة توقعاتنا لبرج الاسد لشهر ثلاث حابب انو انوه انو احنا راح نعمل توقعات هذا الشهر مقسمة لثلاث اقسام القسم الاول منحكي في حركة الكواكب وتواجدها القسم الثاني منحكي توقعات الشمس اللي هي الاساسية وتأثيرها على جميع الابراج او على برج الاسد والقسم الثالث اللي هو الخارطة الفلكية واش بتعطي ايجابية واش بتعطي سلبية بالنسبة لحركة الكواكب خلال هذا الشهر الشمس موجودة في الحوت من يوم 19-2 حتى 20-3 صباحا عطارد بيتراجع في الحوت لغاية يوم 4-3 بيرجع للدلو بيستمر في التراجع لغاية صباح يوم 10-3 وبعدين بيرجع للحركة الامامية في الدلو لبينتقل للحوت مرة ثانية يوم 16-3 وراح يظل في حتى نهاية الشهر اما بالنسبة للزهرة فهي في برج الحمل لغاية صباح يوم 5-3 وبعدين بينتقل للثور اما المريخ موجود في برج الجدي لغاية 30-3 وبينتقل بعدها للدلو المشتري في الجدي زحل في الجدي لغاية صباح يوم 22-3 وبعدين بينتقل للدلو ورا نصف الثور نبتون في الحوت وبلوتو في الجدي اما بالنسبة لتوقعات الشمس وايش بتأثر على برج الاسد خلال هذا الشهر وعايش بتركز راح تلاحظ ان الشهر هذا كله بتركز على المكاسب المالية اغلبها بتيجي من تعويض او من شراكة او قانونية راح يكون في انفراجات كثيرة ومريحة اكثر من الشهر الماضي وكثير من الضغطات والعوائق بتخف عنك بشكل تدريجي وبتطلع عشان تسترجع اللي راح منك او تعوض اللي خسرته او اي تأخير او فشل تعرضت له تعرف كيف تعالج كل هاي المسائل اهم اشي انك ما تسمح لك برياءك بعمل المشاكل وتعقيدها ابحث عن الحلول اللي بترضي الطرفين قرب وجهات النظر ولطف الاجواء ممكن تنشغل بملف اداري او استشفائي ورح يطلب منك بعض الاهتمام الخاص كارث او قرد او مشروع تمويلي او التخلص من اقصاط او الفوتير المتراكمة ورح تعطي اهتماماتك الشخصية وارتباطاتك العاطفية والعامة وقت اضافي اما بعد عشرين الشهر لما الشمس بتنتقل للحمل بتصير فترة احسن من بداية الشهر وفيرة بالحضوض والفرص الممتازة ولازم تتحرك عشان تستفيد من اكبر يعني اكبر قدر ممكن من النجاح والمكاسب ممكن يكون في سفر او في تفكير بالهجرة ممكن تتذمر من المسؤوليات لانها رح ترفعك الى اعلى القمم والنجاح والازدهار وممكن تنقلب المعطيات لصالحك هيك الشمس بتحكي لك وهي تأثيرات الشمس اللي رح تكون بالعموم مؤثر عليك خلال هذا الشهر اما بالنسبة لاخارتك الفلكية خلينا نشوف ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول بيت الشخصية يعني شخصيتك على طبيعتها اغلب الشهر يعني ما في لا حضوض بتدعمك كثيرة ولا نحوسيات بتأثر على شخصيتك خلال هذا الشهر الا انه في نحوسيات رح تكون اول يومين من الشهر ويوم 29 و 30 الشهر بتكون مضغوط على المستوى الشخصي نفسيتك ما بتكون مرتاحة وما بتعطي اي اهتمام حتى لنفسيتك يعني بكون في عندك نوع من انواع الاحباط او الاكتئاب او بتسلل لك نوع من انواع الضعف في شخصيتك اما اقوى فترات لقوة الشخصية بتكون عندك يوم 13 و 14 و 15 و 16 الشهر حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية باقي الايام لانه هي خالية ما في نوع من انواع لا ضغوطات ولا نوع من انواع الايجابيات اما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فانا شايف انه الشهر هذا في كثير من الامور المالية اللي انت رح تفكر فيها رح تفكر بعملية الفوترة عملية ترتيب ديونك رح يجيك بعض الاموال عادة بتيجي هاي من خلال العمل الاضافي حاول انك يتركز عليها مضبوط وحاول انك انت تقلل من مصاريفك طبعا طول الشهر فيه ايجابيات على هذا المستوى يعني بتقدر تحصل من بطول الشهر من ايجابياته لكن بدك تنتبه انه في ايام فيها سلبية والايام السلبية هي يوم تسعة الشهر وعندك يوم اربع وعشرين الشهر يوم خمس وعشرين الشهر ويوم ست وعشرين اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه الشهر هذا فيه كثير من الحضوض اللي بتدعمك عندك كثير من التنقلات كثير من السفريات عندك نشاط كبير فيه منك ورح يهتموا في امور التسويق او امور المقابلات والمناقشات او طرح فكرتهم ورح يتكون لها صدى كبير فيه منك ورح يهتم بشراء اجهزة الكترونية او سيارة مثلا فعشان هيك طول الشهر يعني عندك ايجابية كثير بدعمك الحضوض بشكل قوي جدا ممكن يصير فيه بعض اللقاءات او المشهورات ما بينك وبين الاخوة او الجيران على حل مسائل عالقة او انه جدولة امور معينة لها علاقة بالازمات او بعض الخلافات الداخلية ولكن فيه عندك انت تقريبا يومين بدك تكون حذر فيها بتنقلاتك من اعطال او خراب ما تعتمد على الحظ فيهم نهائيا ودير بالك من الحوادث اللي هو يوم اثنين الشهر ويوم ثمانية الشهر هذولا اسوأ يومين بالنسبة لطيلة الشهر اما باقي الشهر فايجابياته كثيرة اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف مستوى بيت البيت يعني ما فيه ايجابيات وما فيه سلبيات كثيرة طول الشهر يعني منلاقي انو اول يومين فيه ايجابية يوم خمستاش ستتاش سبعتاش ايجابي يوم ستة وعشرين ويوم ثلاثين وواحد وثلاثين اما باقي الشهر فهو فيه ايجابي وسلبي ولكن منتقطعة يعني مش واضحة تماما فمنحكي انو امر روتيني يعني بتتعامل عن مستوى البيت بشكل روتيني ما فيه ايجابية ولا سلبية يعني بتهتم في كل ما يتعلق في البيت بشكل طبيعي جدا بدون ضغوطات ولكن فيه ايام معينة يمكن تهتم باحد الوالدين من مرض صحي او جراء عملية او اهتمام في بعض المشاكل الداخلية للبيت راح تكون يوم اتناعش يوم اربعطاش يوم اربع وعشرين يوم خمس وعشرين وست وعشرين اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انو حتى الامور العاطفية عندك روتينية راح تكون خلال هذا الشهر يعني ما فيه فرص قوية لبداية علاقة عاطفية ولكن اللي عنده علاقة عاطفية او امور الها علاقة بحبيبة فرح يتعامل معها بشكل روتيني بدون زيادة او نقصان الا انو في ايام بتحتد فيها العصبية عندك او المشاكل ممكن انو اذا ما درت بالك انك تصل لمرحلة الفراق فيها وخصوصا اللي هو اول يوم وثاني يوم من الشهر عندك يوم سبعة الشهر تسعة الشهر احدعش الشهر ويوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين اما باقي الشهر فهو ايجابي تحديدا بيدعمك على امور الحضوظ وترفيه ولكن ما بدك تعتمد على الحضوظ بشكل انك انت تقول والله بدي اشتري ورقة يا نصيب ممكن ارباحها لا الشهر هذا ما بيدعمك على هذه الامور اما بالنسبة لبيتك السادس بيت الصحة وبيت العمل فانا شايف انو الشهر هذا انت رح تكون مسيطر على كل اعمالك عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال حتى اللي حابي بيقدم لوظيفة الشهر هذا ممكن انو يا اما يبدأ بوظيفة جديدة او انو يعمل مقابلات لوظائف وينقبل فيها او يجي بعض الترفيع من خلال عمله في اهتمام للصحة بشكل كبير ما في اي مخاطر تذكر خلال هذا الشهر على الوضع الصحي الا انو يعني بدك تنتبه من ايام معينة هي الاضعف صحيا ممكن انك انت تشعر ببعض التوعكات الصحية فيها اللي هي يوم ثمانية الشهر يوم اربعطاش ويوم ستعاش الشهر هدولا يعني تقريبا فيهم شوية ضغوطات ممكن تأثر على الصحة حاول انك تستغل هذا الشهر وتنجز اعمالك لانه ممكن يكون لك مفاجأة خلال هذا الشهر او يكون لك ترفيع او منصب جديد او شيء له علاقة بالدعم من خلال العمل اما بالنسبة لبيت الشراكي المالي والعاطفي فهو على الاغلب طبيعي ما فيه اي خلافات ما فيه اي مشاكل تذكر الا يعني ما فيه ضغط لا ايجابي ولا سلبي اكثر ايجابية رح تكون على المستوى الشراكي رح تكون في اليوم الاول واليوم الثاني وفي يوم سبعة وثمانية وتسعة الشهر عندك يوم ستعاش ويوم سبعتعش ويوم واحد وعشرين ويوم اتنين وعشرين هدولا اكثر الايام اللي ممكن انت تحصل فيها امور على مستوى الشراكي او تبدأ فيهم بشراكة جديدة او ممكن يجيك دعم من احد الشركاء اما اصعب الايام اللي رح تكون خلال هذا الشهر على مستوى الشراكي هو يوم ستة ويوم اتناش ويوم ثمنتاش يوم تسعتاش ويوم تلاث وعشرين اربع وعشرين خمس وعشرين وست وعشرين اما على مستوى بيتك الثامن يعني هذا شوي له علاقة بالبيت الغيبيات فبنحكي انه طويلة الشهر برضو نفس الشيء الايجابيات والسلبيات متفرقة فيه ولكن انه بعطيك فرص لدعم مالي من شراكة او من تعويض او من شركات او من بنوك او ممكن من مؤسسات حكومية ولكن بدك تحذر برضو في هذا الشهر من اسوأ الايام اما بالنسبة لافضل الايام فهي يوم سبعة يوم ثمانية يوم تسعة يوم ثلاثتاش ويوم ارباطاش ويوم خمستاش وعندك يوم عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين ويوم سبعة وعشرين يعني هدولة ايجابيات بدعموك بشكل ايجابي وممكن يجيك من خلالهم اشياء كثيرة واذا عندك اي امور قانونية حابب انك انت تعمل فيها او امور بنكية استغل هذه الايام لحل اي مشكلة بنكية اما الاصعب ايام اللي بتضغط عليك يعني هي الاول يوم وثاني يوم عندك يوم خمسة يوم ستة يوم اتناش يوم تسعة ويوم تسعة وعشرين وثلاثين حاول انك تخفف من مصاريفك وحاول انك ما تتهور خلال فترة هذا الشهر عشان ما تتراكم عليك الديون اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو متقلب ما بين سعودي ونحوسة فعشان هيك لازم تركز علي لانه هذا بيت السفر بيت العلاقات مع الاجانب بيت التنقلات بيت الامتحانات الجامعية فعشان هيك اصعب ايام واسهل ايام رح تكون اما بالنسبة لأسهل ايام فرح تكون من واحد الشهر لغاية ستة الشهر وعندك يوم ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين وواحد وثلاثين اما بالنسبة للايام الصعبة واللي بدك تدير بالك منها وما تعتمد على الحظ نهائيا وتحذر اثناء القيادة او السفر حتى من طريق التواصلك اذا حاب تسافر من خلال طيارة فبدك تدير بالك انك تكون قبل الوقت وتتفقد جميع اوراقك من النسيان او السهو اللي هو عندك يوم سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناش ثلاثتاش اربعتاش خمستاش ستاش وسبعتاش وثمنتاش وتسعتاش وعشرين وعندك يوم خمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين يعني منلاقي انه نحوسات اكثر من الاجابيات ولكن لو حذرت من السلبيات واستغلت الايجابيات ممكن تعكس الامور وتخلي تأثير ايجابي طيل الشهر اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة وبيت الاعمال مع الشركات الكبيرة فبقولك بدك تدير بالك وخصوصا اول اثناشر يوم من اي شيء بشوه السمعة لانه الوضع رح يكون ضاغط بنسبة كبيرة عندك حدية في الطباع وعندك عصبية ممكن تقسر عملك وممكن انك انت تختلق مشاكل او مخالفات قانونية بدك تدير بالك وتحذر ما في داعي للنزاعات او الخلافات مع زملائك في العمل ولا رؤسائك في العمل وحاول انك ما تتأخر عن دوامك ولا تغيب لانه هاي الفترة صعب جدا اللي هي من اول الشهر لغاية يوم اتناش الشهر وعندك يوم سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين وثلاثين اما باقي الشهر فبكون الامر طبيعي ما فيه اي ضغوطات عليك بتقدر تستغلها في اي مجال انت بدكية فعشان هيك منقول اللي عنده امتحان او عنده سفر بده يركز كثير حاول ما يلتهي ما يغامر ما ينفعل ما يتهور اثناء القيادة خصوصا في الطرق المفتوحة على اساس انه ما يتعرض لحادث اللي عنده سفر ما يتتأخر عليه طيارته او تروح عليه الطيارة او يصل متأخر للمطار ممكن اشخاص اتخالف القوانين فيرتفع عليهم قضايا بالفترة هاي اما افضل الايام في البيت التاسع فهي ايام بسيطة جدا يعني تكاد نقول انها اربع ايام او خمس ايام يعني عندك يوم تلتاش اربعطاش ويوم سبعتاش ويوم ثمنتاش هدولا افضل الايام اللي ممكن انت تنجز فيها اعمال لها علاقة بالفيزا او بالهجرة او بالامور اللي لها علاقة بالامتحنات او النقاشات الجامعية اما بالنسبة لبيتك احداش فهو بدعمك دعم كامل الشهر هذا ممكن تستغل علاقة من العلاقات او تبدأ بعلاقة صداقة جديدة مع اشخاص جدد يساعدوك وفي امور كثيرة في حياتك ممكن يكون في دعوات وحضور مناسبات خلال الشهر هذا لدرجة انك انت يعني يكون كل الشهر عندك تقريبا حافل بالمسارات والنشاطات اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت متاعبك فانا بحكي لك انه تقريبا زي بيتك التاسع يعني في نوع من انواع الضغوطات خصوصا اول 12 يوم حاول انك انت ما تتأخر عن عملك حاول انك ما تراكم الاعمال راقب وضعك الصحي جيدا حاول انك ما تدخل بخلافات او نقاشات ما تروع على ماكن مجهولة وحاول انك تأمن شر الناس ما تأمن سرك على لا اي انسان بالفترة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر اسأل الله انه الخير يصيبك والشر ربنا يحميكم منه في النهاية منقول والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة